اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل يرى الأطفال الملائكة والجن؟ وماذا يحدث لهم عند مشاهدتهم؟ السلام عليكم متابعين الأعزاء الأطفال هم ملائكة الرحمن ووجودهم في الأرض وقاية لأهل الأرض من غضب رب السماء وقد كرم الله الطفل بأن جعله يرى الملائكة لأن رؤية البشر للملائكة في هذه الحياة ممكنة كما ثبت ذلك في نصوص الوحي من القرآن والسنة فقد أرسل الله جبريل إلى مريم في صورة بشر رجل قال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وإبراهيم عليه السلام جاءته الملائكة في صورة بشر رجال ولم يعرف أنهم ملائكة حتى كشفوا له حقيقة أمرهم قال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم والملائكة أيضا جاءوا إلى لوط في صورة شباب حسان الوجوه وضاق لوط بهم وخشي عليهم من قومه فقد كانوا قوم سوء يفعلون السيئات ويأتون الذكران من العالمين قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوط سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وإذا قلنا بإمكان رؤية الملائكة في اليقظة فحري بها أن تمكن في النوم ولكن لا يستطيع أحد الجزم إذا رأى شيئا في اليقظة أو في النوم أن الذي رآههم من الملائكة لأن إثبات أنهم ملائكة متوقف على وحي من الله عز وجل ولأنه إذا كان أمرهم لم يتبين لإبراهيم ولوط عليهما السلام حتى أخبرتهم الملائكة فباقي الناس أولى بعدم التبين ولذلك فالأطفال قادرون على مشاهدة الملائكة لأنها جازت رؤيتهم في حق البشر فإنها لا تكون ممتنعة في حق الأطفال فقد كرم الله عز وجل الإنسان وكرمه منذ ولادته ولذلك قد جعل الله الملائكة تحرس الأطفال ووكل الله بالرحم ملكا ينفخ الروح في الجنين فيكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفه أي رب علقه أي رب مضغه فإذا عراد الله أن يقضي خلقه قال قال الملك أي رب ذكر أو أنثى شقي أو سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح كما أن الطفل يستطيع أن يرى الجن لأن الأطفال هم أكثر الكائنات حساسية وشعورا بالآخر والمحيط بهم ولكن من الممكن أن يشاهد الطفل بشكل مختلف وليس على هيئة الجن الحقيقية لأن من شاهده فقط صعق فالجن يستطيع أن يتشكل على هيئة غير هيئته كأن يقوم بتشكل بنوع من الحيوانات السوداء لذلك فإن الجن وما يتعلق به من الأمور السمعية التي لا تعرف إلا بالسماع من الصادق الأمين وهو من العوالم الغيبية التي لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى فهم مخلوقون من نار منهم المسلم والكافر والعاصي والمطيع وهم أجسام حية لطيفة نارية قادرة على التشكل بأي شكل حسناً كان أو قبيحة وقادرة على أن تنفذ من الأجسام نفوذ الهواء ولهم القدرة على رؤيتنا دون أن نراهم يقول تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم لذلك الجن والشياطين يمكن أن يظهروا للطفل لتخويفه كما أيضاً أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يقوم بضرب الطفل ووخزه عند الولادة لذلك يقوم بالصراخ عند الولادة فإن الله سبحانه اقتضت حكمته أن وكل بكل واحد من ولد آدم شيطاناً فشيطان المولود قد خنس ينتظر خروجه ليقارنه ويتوكل به فإذا انفصل استقبله الشيطان وطعنه في خاصرته تحرقاً عليه وتغيضاً واستقبالاً له بالعدوة التي كانت بين الأبوين قديمة فيبكي المولود من تلك الطعنة ولو آمن زنادقة الأطباء والطبائعيين بالله ورسوله لم يجدوا عندهم ما يبطل ذلك ولا يرده وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان وفي الصحيحين من حديثه أيضاً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخسخ الشيطان فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه وفي لفظ آخر كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولادته إلا مريم وابنها وفي لفظ البخاري كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب لذلك لقد ثبت بالدليل القطعي وجود الجن والشياطين وصلتهم بالإنسان ثابتة لا شك فيها غير أنه اتصال من نوع خاص يناسب طبيعة كل منهم وفي الحدود التي رسمتها سنن الله وقوانينه الكونية والشرعية ولكن الطفل يحرسه الله من الشياطين كما أن الطفل تقوم الملائكة بالتواجد حوله وتداعبه كثيراً ما ترى الأم مولودها يضحك أثناء نومه دون إصدار أي صوت فهي عبارة عن ابتسامة بسيطة ترتسم على الوجه البريء وتفسر الجدات ضحك المولود أثناء نومه بعدة تفسيرات ويقمن ببعض الإجراءات أحيانا فمنهن من رأينا أنه أمر سار فيما تبدي أخريات تشاؤمهن من هذا التصرف الذي تلحظه الأمهات على أطفالهن والمستبشرات رأينا كالآتي يبتسم لأن الملائكة تداعبه يبتسم لأن الملائكة تخبره أن أمه سيطول عمرها وتبقى بجواره حتى يصبح رجلاً لذلك فإن الأطفال يستحقون من العطف والرحمة سواء كانوا أطفالنا من أصلابنا أم أطفالاً آخرين تحت أيدينا ومخطئ من قال هذا طفلي وذاك طفل غيرهم نعم هذا ينتسب إليك وذاك لا ينتسب إليك لكن إذا اقتضت الحال أن ترعاغما يجب أن ترعاغما بعين واحدة وتمنحهما حنانك المندفع من قلب واحد لأن الطفل الذي لم يبلغ الحلم لا يعرف إلا الحنان فإذا كنت حنون فأنت أبوه وأنت أمه وفي الأرض كثير من الأطفال يفقدون أحد الأبوين أو الاثنين معاً أو يعيشون بين والدين منفصلين عن بعض هؤلاء حياتهم تعيسة وتعاسة حياتهم الطفولية تنعكس على مستقبلهم وبما أنهم رجال المستقبل ونحن بنات المستقبل يجب علينا أن نحضن تلك القلوب المنكسرة ونجبرها ونملأها حباً فما ذنبهم حتى يؤخذ بجريرة آبائهم وأمهاتهم والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وأيضاً قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاللهم احرس أطفالنا وارزقنا بهم خيراً هذا كل شيء المشاهدين والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر